مرور كل أسبوع ترتفع مكانة كاركوك على جدول أعمال الكتل السياسية معتبرينها مفتاحا لحل الأزمات في العراق صراع كردي عربي تركوماني على منصب محافظ كاركوك ثلاثة أطراف في حلبة تصارع لأجن مصلحة وطنية في العلن أو شخصية في الخفاء على حد وصف مراقبين بينما يتسابق السياسيون على منصب محافظة وصفت بمحور صراع الشرق الأوسط وفقا لوصف أمريكي تتعالى أصوات ساكنها لا تجعل كاركوك الضحية الثانية بعد الموصل بسبب الدستور الفضفاض والاتفاقيات السياسية وأن تترك المحافظة لأهلها هو خير من المحاصصة الطائفية التي تطبق من بعض الكتل السياسية شروط وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل تصويته على مرشح الوطني الكردستاني لمنصب محافظ كاركوك طلب من الأخير الدخول معه بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وذلك خوفا من تراجع حضوظه في المحافظة وأن يسلم الاتحاد الوطني الكردستاني بئرا من النفط مقابل تسلمه منصب المحافظة الاتفاق الكردي الكردي يبقى كرديا بينهم وسط تساؤلات عن دور بغداد وما جاءت به أحداث السادس عشر من أكتوبر التي أعادت المحافظة إلى السيطرة الاتحادية من بغداد طحا عمبار الرشيد